مرحباً انا سليم عم بيسمعكن كتير اه اوكي عم بيقول فوية الكرش ان يكون بواب الماي قلت له لأ بيغرقك عن جان دا ايدة حجة حلوة معتها ايه معي حق شفت ايه رح تنزعلها القصص اللي بتمشي عليها مزبوط تفضلي اليوم رح نحكي اه متل ما اتفقنا ريبيكا على انه كيف ممكن ناكل بالصيف بتكتر السهرات بتكتر روحات على البحر شو الاكل كيف النقي واضافة لشو المأكلات اللي بتساعدنا ناخد لون نسمار يعني جازو هلا اول شي رح نحكي عن القطعمة مثل ما قلنا يلي بتساعدنا نسمار ويلي هو الاكل لازم يكونه غناية بمادة البتا كاروتان يلي بتقلي الجسم يصنع الملعانين يلي بتعطينا عنه هلا اكثر المأكلات يلي بتكون موجودة فيها البتا كاروتان هن البطاطا الحلوة الجزر المشموش المانجو السبانيغ اللوز الدراء الكارل الابوكا والكيل بس يلي بد احكي عنه انه هدي كلهم بدوا يكونوا عم يتاخدوا بكميات معيات يعني في حال نحنا كنا على البحر كتير من الاشخاص بتحتار شو بدك يأكل فيهم يكونوا مثلا مثل بوصلات يكون فيها كيل مع سبانيغ مع البطاطا الحلوة راس بطاطا واحد مع تقريبا عبارة عن عشر لوزاد مع اي نوع من الفروتيين يلي نحنا بدنا ايه مع السبانيغ بس اهم شيء درسنج حده يكون لمن ماستر مع زيت كتير قليل لانه كرمان لنخفط كمير بكالوريز اللي نحنا نكون عم نفسد طيب الجزر فينا ناخده عصير يعني بكباية وهي الجزر فينا ناخده عصير بس ماكتمم عبارة عن اربع او خمس جزرات عن جد ما تستخدم كل العالم اللي عم يعصله انه بس بدي عصير اربع او خمس جزرات لانه كل شيء دادي بيكون اوبر كالوريز اوبر تكر بيكون جسمنا يطلب ماء اكتر اذا نحنا مطلنا عم نشرب مضبوط بنصير نحنا دادي دراتي او بصير ينشط الماء من جسمنا نحنا عطول بنعرف انه على البحر لازم نكون عم نشرب ماء كتير وعم ناخده فواكي بالمقابل بكميات معينة بس مش عصير فواكي يعني هيدا هيدا البريء الجزر هيدا لاربع اشخاص مش واحدنا نشربه ربكة حدا عم بيسأل اذا ابني عمره 18 سنة شو لازم يعمل لا ينصح كتير ضعيف اوه موضوع حلو هالموضوع اذا بدك من اجله بدك نحضره لجمعة الجاة او هلأ مسلا جواب سريع اكيد فينا نحكي فيه للجمعة الجاية هو هيدا بيكون له رجيم مخصوص اه نعتمد عليه مش منكون عم ناخد فاست فود وخبار مالعالم اكيد مش نطعمه شو نعم هي عم بتقول طوله بيو 64 سنتي وزنه 55 كيلو اه منيح مش تير طريف بس انا بهم من العضل والماء هلأ على كل الاحوال اللي فيه له نزام غزائي معين اللي بدها تحكيني عالانستا او فيسبوك وانا بساعدها وبرد عليها بهيدا والجمعة الجاية منحكي بهيدا الحديث كتير منيح عزيم منتابع من بعد ما حكينا عن الجزر عن شو رح نحكي اه مثلا الكرز فيه كمية معينة لازم نخدها تقريبا 12 حب كرز مش اكتر الدراء بدنا نروح عى دراء بوسط مش اكتر فوقت تكون قليلة يعني كل شي مآكولات فينا ناخد منهم بس بكميات كريز معينة العصاير نبعد عنهم وفيه خال بدنا نطلب عصير نكون محددين للاشخاص يلي عم تعصر الكمية اللي نحنا بدنا إيها من الفويكة لنتجنب إنه نحنا مثل ما قلت يصير عنا نشافين خلصاً على البحر ولنتجنب السعرات الحرارية اللي ممكن نحنا نكون عم نخدام طيب الماء إذا كانت غازية مثلا سبارتلينج ووتر الماء الغازية فينا نكون عم نخدام مهم الأشخاص ما يكون عندهم رفل أو الاعتداد 100% هي أهم شيء إذا الأشخاص ما بتكبل مايكة طعمتها فيها تخط خيالها نوع من الفويكة مثل ما هي الفويكة تتأشر وتنحط بقلبها لتتغير طعمتها ويقدروا يزدوها نكتر مثل ما سبق وقلت كمية السلادات كلمة اللي يكون غم نشوف بس بلسو السات عم نسمعيك ربيكا تابع عم تحكي عن السلاد صح الأفوكا بجي يكون عبارة عن نصف أفوكا مش أكتر بقلب السلاد وفي حال كنا على البحر وأكيد نكون رايحين مروائين ممنوع ما نكون مروائين لأنه عيدا تيمشي منيح خاصة أنه كتير منحس بدوخة والشمس تعرف وتأثيرها علينا شغلة ثانية من نكون إخدين سناك يكون جوز أو لوز أو شي كرميل لأن نقدر ناخد اللون مثل ما سبقوا قلنا على البحر نحاول مثل ما قلت نطلب سلادات مع بروتينات والإشار اللي قلنا صوفي بقلبه ومن بعد الغدا نكون عم ناخد خصة أفواكا أو عصير مثل ما قلنا ثلاثة لأربع جزرات أو عصير درقتين هلأ ما بيطلع كمية العصير الكبيرة من هيك من فاضل نكون عم ناخد خواكا مثل ما هي الدرسينجز كتير مهمة بالسلاد لكي هولي شو هولي بيشاهه بس بنصحه كتير صح؟ هو بنصحه كتير فأكتر شي لازم ننقى الماسترد مع الحامض أو ملعة صغيرة ذات زيتون مش أكتر المياه نبعد عنه إلا إذا قدنا نحدد مع الأشخاص كمية المياه اللي هي عبارة عن ملعة صغيرة إذا كانت عادة أو كبيرة إذا كانت لايت هولي كتير ننتبه لون حتى في كتير أشخاص عم بتاخد الدرسينج معها بس تشتري السلاد من برا وهي تخلطها كرميلة تون بالسيج سايدز كتير منيح يعني ننتبه على الكمية وعن نوعية ونشرب ماي كتير ما منكون إلا على الطريق الصحيح بعضي شي حاب تزيدي رابيكا أنا أبدا إذا عندكم أسئلة أنا رادجة وبعضي شي شكرا لإلك رابيكا إلى الملتقى الأربعاء المقبل بإذن الله مع السؤال المدام بالتفاصيل كيف نصح شكرا لإلك رابيكا حريقة شكرا لإلك